موسيقى بهذه الآلية التدميرية والجراح المؤلمة أرادت ميليشيا الإنقلاب أن تترك كل بيت وأسرة في كل حي ومنطقة من مدينة تعز سردنا النزر اليسير من تفاصيل بعض الأماكن ولا زال أمامنا تفاصيل كبيرة في مناطق عدة موسيقى 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 أدارت ميليشيا الإنقلاب عملية اجتياحها المسلح لمدينة تعز بترتيبات سريعة وأحداث متلاحقة استطاعت من خلالها بسط سيطرتها على أغلب مناطق المدينة التي لم يتبق منها سوى أربعة كيلو مترات مربعة فقط تمثل بدرجة الرئيسية العمق الاستراتيجي للمدينة وبالفعل كان ذلك العمق بمثابة نقطة التحول الحقيقي في مجريات الأحداث التي أعاقت السيطرة الكاملة على مفاصل المدينة دخلوا مؤسسة الدولة لأنه كان في تحالف خفي بينهم بين العبد الله صالح مرض خبيث إذا كان استولى على المكان الجسد بيمرض جسد البلد بيمرض الآن هو سرطان يجب أن يصاله لأنه لا يقبل أن يتعايش معه أحد يريد أن يكون هو المسيطر وهو المتحكم فيك في معيشتك في حياتك العادية يعني تصبح عبد ويسيرك كما ترى مثل حي الضبوعة في عمق المدينة أحد مرتكزات ذلك التحول يتحكم بمساحات واسعة لمختلف الاتجاهات من المدينة استشعرت ميليشيا صالح والحوثي أهميته أكثر من مرة وحاولت بسط سيطرتها عليه لكن محاولاتها باءت بالفشل فالطرف الآخر أي المقاومة الشعبية كانت تدرك هي الأخرى أهميته منذ انطلاق ثورة الشباب السلمية في فبراير 2011 بدأت ثورة الشباب حاولوا الاستيلاع على هذا المكان وحصلت اشتباكات فيه والشباب ومساندين الثورة دحرهم فيه نفس اليوم وأصبح المكان يعني مؤمن لعدم استخدامه لضرب المواطنين والتحكم في شارع جمال وما يوالي حين الضبوع من الأحياء المهمة داخل تعز كونه يتربع على على تبت تتربع عليه تبت الأخوة فكان موقعه استراتيجي كونه يتوسط مدينة تعز فسعت الميليشيات الحوثية منذ بداية هالغز ومدينة تعز إلى السيطرة عليه استطاعت بسهولة السيطرة عليه في البداية ولكن المقاومة استطعت استرداده بفدرا وقيزة أيضا هذه المنطقة المقاومة والقادة اللي كانوا موجودين يعرفوا أهمية هذه المنطقة من 2011 وليس من فقط مجرد 2015 في الأحداث الأخيرة فكانت المنطقة مؤمنة وكان في حرص شديد من الأفراد المقاومة والقادة أن المنطقة هذه لا تقع بأي حد من الأحوال وفعلا هي كانت منطقة أمان لباقي المناطق أخذت سير الأحداث منحنا آخر في إبريل 2015 أي بعد تشكل المقاومة الشعبية الرافضة للتمدد المسلح لميليشيا الإنقلاب التي اتجهت نحو خيار التصعيد العسكري لا سيما بعد إحكام قبضتها على مواقع هامة وحساسة كقلعة القاهرة الأمن السياسي وتلة سفتيل ومنطقة السلال فكانت مساحة الأربعة كيلو مترات عمق المدينة منها حي الضبوعة هي الواجهة الرئيسية لنيران قذائفها التي طالت المنازل والطرقات والمرافق العامة والخاصة وكل أملها توليد حالة من الضغط على السكان للنفاذ بأرواحهم والرضوخ لمشروعها المنطقة بحكم ارتفاعها فكانت مستهدفة من جميع الجهات من السلال من السوفيتيل هذا كانت مستهدفة ليست منطقة واحدة بس التي تستهدفها يعني الفندق الماريب كان مستهدف كل من السوفيتيل والسلال بحكم كبرى أيضا منزل الوالد الله رحمه الحق أحمد الحاقل أيضا مستهدف كان بنفس الطريقة بحكم المنازل الكبيرة فكان استهداف أكبر أما الباقي البيئة استهدفت ضرب موجود فيها سواء كان بالأسلحة المتوسطة أو الثقيلة وكل كان مستهدف ثلاثين من الحي استهدف بها بمضاد طيران بهاون بصاروكات وجه بجمع الأسلحة الأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت تضرب أي شيء يتحرك داخل الضبوعة أو حي الأخوة كثير من النساء استهدفت بهذا الموقع والأطفال والرجاء والرجال المقاومة عن طريق القنص كان قناص طلحوثي يرسل فترة شهرين وثلاثة شهور من قلعة القاهرة كانوا يقنصوا ومن من تبات المؤتمر ترويع الناس تخيف الناس وتهريب الناس من تعز لترقع تعز شبه الصحراء شبه غابة كذا بنفس هذا الشيء وهذا من أنقص حروب الحواثة على صحاب تعز وعلى المدينة الخاصة كانوا يحبوا يصلوا إرسالة لكل الناس كي لا يدفعوا بأبناؤهم أو أخوانهم إلى المقاومة كانوا يستهدفون المدنيين بشكل خاص لإرهاب الناس وإذلالهم كم حوادث قرت فيها يعني تم فيها إذلال واستهداف أبناء تعز بالذات سواء في معبر الدحي السيء الصيد أو في الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيات الرحوثية وما زالت لحد اليوم إنسان يعتبرك أنت ومالك وكل شيء ملكه هو مش على ما يشتهه يأخذ من تقارتك يأخذ من هذا يستولى عليك يعني يفرض عليك كل حالة ما فيش حكم الله هذا حكم طائفة طائفية فيبو طائفية حق وخاص بهم خلال الفترة من منتصف عام 2015 إلى أواخر عام 2017 تعرض حي الضبوعة لعمليات قصف ممنهجة بمختلف أنواع الأسلحة اللافت هنا بحسب شواهد الدمار وتقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية أن أغلب عمليات القصف كانت بصواريخ الكاتيوشا التي يعد استخدامها بشكل متعمد مخالفة للقوانين الدولية بنص المادة 8-2-1 من نظام روم الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها صواريخ غير دقيقة وتمثل ضربا من الأعمال العشوائية الغير مميزة بين الأهداف المدنية أو العسكرية فترقى بمستخدميه لمرتكبي جرائم حرب من الدرجة الأولى في سنة 2015 الكئيبة والمحزنة أو سنة النكبة على مدينة تعيز وعلى الخاصة وعلى اليمن عامة الرعب والهلع والفزع اللي عاشوا من أبناء المنطقة شعور لا يوصف الميليشيات كانت تعتمد على القصف العشوائي بالهونات ولا تفرق بين حين مدني ولا أماكن عسكرية كثير من الأماكن داخل تعيز كانت تقصف بقضائف الهاوزر وقضائف الهاون محلات تقارية وقصفات مولات أسواق مستشفيات كل الأماكن المدنية كانت داخل تعيز هدف لهذه الميليشيات والهدف من ذلك أعتقد أنه يقبار الناس على ترك المدينة والرحيل يعني الضرب حقه من كل نحية من القحملية من ذلك مسمية الدمغة من صبر من هنا كانت تشوف الدنيا يعني كأنه غمام من القضائف من اللمسمة الروضة لرس الشماسي ما تشوف الدنيا لكل غمام من القضائف الغبار حق القضائف من صبر من الدمغة من القحملية يعني ضربوا المدينة من شق من طرف وتأكيدا على جرائم ميليشيا الإنقلاب في حي الضبوع والأحياء المجاورة قيامها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 2015 بعملية قصف عشوائية بصواريخ الكاتيوشا حصدت ما يقارب من عشرين مدنيا وأصابت سبعين آخرين تصدر حي الضبوع من حيث القتلى والمصابين النسبة الأعلى من الضحايا ضربية مدينة تعز بستة عشر صاروخ كاتيوشا من الحوبان لداخل مدينة تعز كانت الصواريخ متفرقة ما بين الضبوعة ثلاثة صواريخ بالضبوعة وصاروخ بشارع 26 وعدة صواريخ متفرقة فماجد أخي كان أحد ضحايا هذه الصواريخ شضايا الصاروخ دخلت في ظهره وعملت فجوة بظهره وشضيه براسه خزقت راسه وشضايا في منطقة جسمه كامل فكانت معساة كانت معساة حقيقية كنا مش مصدقين أنه أصغرنا ما قد يموت شهيد حينها خرجنا الضباق ومخرقوش قنصوهم ومقتلوهم كلهم قنصوهم يعني قنص في واحد صعب الدكان بالعمارة اللي بس سلع الفرعي هذا أقا واحد اشتي منه كانوا قاروا رمي دبها ماء راح الشيس كوبولة دبها ماء قالوا صور صاحب الدكان قتلوه وبعد ما قتلوه أقاو صحابه من مقبرة وماش يسحبونه كان ما قام بني مع شخص يسحبه وضربونه ضربونه لأحد يقعوا بنا دون حال على وخلونه شهرين تقريباً راحوا نصيب الأحمر قالواهم نحنش نخرج القثة نصيب الأحمر قالواهم بعد ثلاثة وشور ممكن نحنان نخرج القثة بعد ثلاثة وشور بعد ما تتحلل القثة من الريحة فقيا بعد نصيب الأحمر ثلاثة وشور حربوا من داخل الدكان في السادس والعشرين من شهر أغسطس عام الفين وستة عشر سقطت قذيفة أخرى على تخوم الجهة الشرقية للحي سقط على إثرها مدنيان وجرح ستة آخرون بينهم أطفال أعقبتها في الثالث والعشرين من مايو عام الفين وسبعة عشرين بمجزرة أخرى راح ضحيتها خمسة مدنيون فيما أصيب واحد وعشرون آخرون بينهم نساء وأطفال حصلت قذيفة في منطقة الكوثر اللي كنا عايشين فيها وأقات على منزل مأهول بالسكوان كانوا موجودين ورح في ال هذاك اليوم أنا كنت موجود في البيت وقالوا أنه في قذيفة ووصلت لمنزل أحد السكان وروحنا نسعف فوقت طفل يعني طبعا الرأس في هذك اليوم قد شل كامل يعني قاتل قذيفة شالت رأسه كامل فأخذنا منك مش عارف من هو طلع أنه صديق ابني الصغير فبكيت هذك اليوم بصراحة بكيت يعني مشاهد قولي ما مش هذاك فقط يعني شاهدنا أكثر بس هذا كان الموقف اللي يعني القثة اللي خرقت من البيت النساء يعني كانت مشاهد يعني مآسي مآسي أبي استشهد بعد شغيق الشهيد عمر الواسعي حوالي بستة شهور هذك بشهر سبعة عشرين أربعة شغيق عمر الواسعي سبعة عشرين أربعة ع 2015 ووالد الشهيد أحمد الواسعي استشهد بأربعة عشرين تسعة 2015 أول يام العيد الأضحى المبارك في قصف الحوثة بعد صالح على منزل نابحية الضبعة بصواريخ الكاتل الشهيد القضيفة قاءت ملحية من الحبان طبعاً سارف كاتوشيا قالوا الساعات سعب الليل أول يام عيد الأضحى مما أدى إلى استشهاد والدي وتدمير بيتنا بشكل كامل يعني ولله الحمد والدي جهيد والحمد لله على كل هال وما نقول لله حسبنا الله ونعمى الوكيل وكذلك امرأتين في نفس المكان يعني في نفس المكان في قولة الأخوة قنصتهم الماليشيات بدون يعني بكل برودة بكل برودة تقنص الماليشيات للأطفال والنساء وكان هذا أكثر شي يعني مؤسف ومحزن لي أننا أشوف امرأة خصوصاً تلك الامرأة التي قنصتها الماليشيات ولم أستطيع إنقاذها حيث كانت كل ما يقي أحد الاقتراب لإنقاذها أو سحبها من المكان كي يسعفها تقنص الماليشيات سوشت قنبها أحد من الرجال وقلست كذلك حتى حل الظلام ماتت في جراعها ولم يستطع أحد إنقاذها مرة قزعته من ركن هذا بسيكل مليء خمس حبات اللي هنالعرض القدار طاق طاق ما قلت دول السيكل يمشي لما ما شهد على قدام بيتها حزن زين أشوف الراجل قد هو مليان بول ما لك قل قزعت البول ما ضرب القضاء قلت له خلاص يعني يعتبر واحد نفسه حي أومي تيكساها معاذ الله اتحرك يكزع والحمد لله سيري لميليشيا صالح الحوثي في حي الضبوعة عند حدود القتلى والمصابين بل توسع خطرها حين طالت منازل السكان وألحقت فيها أضرارا بالغة بدى ذلك واضحا حين خفت وتيرة القصف وعاد الناس للبحث عما تبقى لهم من مقومات حياتهم فلم يجدوها وما بقي منها فهي مدفونة تحت الركام صور يعني الإنسان يترك كل ما يملك داخل بيته من ثياب من أكل من تموين من كل شيء من كل ما يملك من داخل بيته وينزح بصبع بعض المليشيات الإجرامية أنا أعرف ناس كثيرة وأنا أحد منهم تركوا كل ما يملكه وأحيانا الواحد يملك ملايين داخل بيتهم جنابي وذهابوا هذا ويتركوا يمشي ويرجع بعد فترة من بعد تحرير لا يقدش وقد أخذت عليه المليشيات كل ما في البيت كانوا يستهدفون البيوت ويتمركزون فيها بدون إذن ولا يقتحم البيوت ويخرجك وأنت وأسرتك من داخل بيتك على أساس يتمركز قناص فيها وهذه الحوادث حصلت كثيراً هنا في مدينة تعز كثير من الناس يقبروا على ترك منازلهم ضربوا البيت وبقت مفتوح شهور علمائي وكم من دخل كل الأدوات راحت كل الأدوات كانت معي أدوات مقاولات مع ماطير براميل مكائن مضخات يعني اشتلت يعني لأنه بقت البيت مفتوح ما حقق قدرش بالنجاية يعني كان المقاومات القهاري وهذا بالقهاري وضربوا هنا لعند البيت كان عزك الله حتى لقزعة غنمة يقنصوا الناس ما خلوش بيت ولا تاقل لهم ضربوا الناس وضووا أمامك المنازل كلهم يعني مدغدق الناس كانوا عايشين عنهم وقل لك برعب المواطرين ملايكان ما تقدرش تقس في البيت حقاك تنزل للبدروم تتخبيه من القضايا الحمد لله لحين الدنيا سبروك وساكهت بنيا وإلا ما ما أقول لك يعني ما تقدرش توقف كناك أن تخرج يعني ما فيش هتأمر الدكان ما بيش بحال ما بيش الناس باضيين معنا القضايا في ليل ونهار ليل ونهار يعني القضايا يعني كأن تقول الله زي الغمام منذ العين هالك الشقة الأخيرة حرقت والشقة اللي تحتاج برضو حرقات جاءت لها قذيفة مننا وثلاثة كاكين كانوا مؤقرين أيضا حرقوا صاحب البقارة ما بقى مع أجل الميزة لأنه حديد أما الخشب والبضاعة راحت كلهم وضع مليء بالقصص المؤلمة والأحداث المتداخلة ورثتها ميليشيا الإنقلاب في حي الضبوع طال ضررها تركيبة الحياة السكانية والمعيشية والاقتصادية ناهيك عن الأثر النفسي في قلوب الأسر المشردة والأطفال اليتامة والأمهات المكلومة على عزيز غادر حياتهم أو مصاب لا زال يتجرع مرارات الإعاقة والألم ليس لذنب نرتكب سواء أنهم سكان ينتمون لمدينة رفضت مشروع الإنقلاب جملة وتفصيلا ونشدت المدنية بكل معانيها الحرب تفقدك الأسر الأهل حقك ما تشتت في جميع المحافظات وفي الخارج هذه من ضرر الحرب عملك إحنا أيضاً اتضررنا في نقطة الرابعة ومنك قد صورتم دمار شامل دمرات المكان كامل بحكم أن الدبابة كانت تضرب هناك يعني ما نوصف أي شيء ما نوصف فقدنا أعز النحس لدينا هذا الذي لا يعوف أما المباني تتعوف خسرنا أعمالنا خسرنا حاجتنا يعني لنا أربع سنين أربع سنين ما دقيتش دقة ولا دخلت ريال يعني وأنا أشتغل مقاويل وأشتغل بشغلي أقل حرب ولا أعملنا دقة لحد دحينا الدنيا مغلق من كل ناحية بلاد الآن تمزقت كل المزق يعني جتهت لا في جارح صالح ولا في عمارة صالح ولا في لا كهرباء لا ماء لا البنية تحتية انتهت الآن يعني انتهى الآن يعني عامل خمسين سنة انتهى يعني نحتاج إلى خمسين سنة لما يعمل تتعلم هذا إذا عادوا الناس إلى عقولهم ونصابهم انتفقوا على حل وخرقوا البلد من هذه الأزمة وإلا الله على مكالمية مئة سنين جاءتشي قسعة على عام الحالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة